بسم الله الرحمن الرحيم واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم يارب تكونوا بخير معكم شايماء النهاردة اول فيديو في القناة الجديدة ان شاء الله القناة دي حتكون مخصصة بس للروتينيات والوجبات السريعة وجبات الغداء السريعة حنصور فيها الغداء اليومي وحنتدي لبعض افكار وكمان حنصور فيها روتينيات ونشجع بعضها للحركة وكمان حنصور برة ونتكلم كتير فيها فما تنسوش بقى تدومني باللايك وكمان ما تنسيش تشتركي في القناة علشان يوصلك اشعار بكل فيديو ونزله وحنسيب بقى قناة وصفة واكلة للحلويات علشان انتو تعودتوا ان هي للحلويات بس مش قابلين فيها روتينيات ولا اي تغيير فحنسيبها للحلويات ودي حنسيبها للوصفات الغداء السريعة والروتينيات يارب تدومني باللايك وما تنسوش تشتركوا في القناة النهاردة بدأت اليوم كده كان عندي شوية مواعين اطباق وكبيات من قبلها بيوم كلوا بالليل جاتوا وشربوا وعصائر وحاجة ساعة فتكون علي كده شوية اطباق يعني حاجات بسيطة وكمان تكون علي اطباق الفطار فحقص المواعين بسرعة كده علشان نعمل الغدم على نظافة وعلى رواءان طبعا اول حاجة بدأت بيها لكبيات بعد كده غسلت الاطباق بعد كده حضرت بقى الفطار عملت لهم هما سندوتشات بيد مسلوق بالجبنة وانا خدت برضو بيدا مسلوقة كده مع حتة جبنة للايت علشان بدأت ان انا يعني اقلل الاكل شوية قناة التحديات يعني بخليها يوم الجمعة بس بنصور يوم الجمعة بس يوم الجمعة او يوم السبت يعني بنصور ممكن في اليوم فيديوهين وبقيت الاسبوع بابا ببتجي ان انا ازبط اكلي فخدت بيدا مسلوقة ومعلاقت جبنة للايت وربع الريف وخدت خيار وده كان الفطار وشربت كمان نسكا فيه وحب تجي بعد ان اعمل الغدا هنعمل النهاردة مكارونا بسلصة وكفتة هنعمل الكفتة على البتجاز في طوصة عادية مش هنعملها في الفرن وهنعملها كمان من غير ضهون خالص ولا نقطة زيت اول حاجة سلقت المكارونا بعد كده عملت الكفتة آآ جبت كده آآ عودين بقدوني وقصيت كده البقدونيس او فرمته آآ وحاطت في البولة زي ما قلت لكم هنعمل الكفتة من غير ولا نقطة زيت ولا اي ضهون خالص يعني هنعتمد على الضهون اللي بتنزي من اللحمة المفرومة آآ حطيت عودين آآ بقدونيس مفرومين وحطيت اللحمة المفرومة وحطيت التوابل ملح وفلفل وبودرة بصل وفرمت بصل للمكارونا او للحمة في نفس الوقت يعني في نفس الكفة آآ خدت كده حبة من البصل صفيتهم من المية كويس من مية البصل وحطتهم على اللحمة وخلطت المكونات مع بعض كويس بعد كده جبت توصة وهعمل فيها اللحمة آآ حصبع اللحمة بالشكل ده جبت طبق آآ مربع يعني طبق مربع او صنية حصبع في اللحمة علشان تاخد نفس الحجم حتى لو كشت آآ بتكش يعني بتبقى برضو نفس الحجم مش بتكش ويبقى صبع كبير وصبع زغير بتبقى نفس الحجم ونفس الشكل آآ صبعت بقى الكفتة كلها او اللحمة كلها آآ بعد كده حضف لها كوباية صغيرة من المية او ممكن نص كوباية من المية وحطها على النار آآ وغطيها واسيبها تستوى وكل اللامة بتعوز مية بضف لها يعني كل اللامة بتتشرب المية بتاعتها آآ بضف لها بس مش بضيف مية كتيرة يعني حاولي نص كوباية او كوباية صغيرة دلوقتي بقى هاسيبها على النار واغطيها وحتجي بقى نكمل الماكارونة آآ في الحلة هنا حطيت زيت وحاطت البصل بقيت البصل اللي كان في الكبة هنا هي بدأت ان هي تغلي مش هنضيف زيت ولا اي حاجة هاسيبها بقى تستوى على النار متوسطة وحشوح البصل آآ علشان الماكارونة احنا بنحب الماكارونة بالبصل وبنحبها كمان يعني البصل يكون متحمر اوي فيها يكون غامع وبنحبها بالسلسل جهزة وساعات بخلط سلسل جهزة مع طماطم مضروبة في البيت آآ حطيت كده بكوي من السلسل جهزة حطيت عليهم شوية مية وحطتهم في الكبة آآ وفضتهم كده على البصل وحضيف بقى شوية مية واضيف التوابل التوابل عبارة عن ملح وفلفل وبودرة طوم وساعات باضيف قرفة بس ما كانش عندي النهاردة قرفة ما فما حطيتش آآ طبعا بتحط الملح حسب رغبتك وحوالي نوسم على اصغيرة من الفلفل ونوسم على اصغيرة من البودرة الطوم وبسيب بقى السلسل تسبك هي طبعا متسبكة وهي جهزة بس يعني بسيبها حوالي دقيقتين او ثلاثة على النهار هادية جدا وبكده اللي غدا بيكون خلص يعني اللحمة خلاص مبتاخدش وقته خالص ايا جي اصرع وقبة يعني هي والبني بصراحة البني المقلي برضو بيبقى سريع جدا آآ هنا بقى خلاص اللحمة استوت آآ حفضل بقى كده شوحها مش هضيف لها هواية تاني حشوحها بقى كده على كل الجوانب لغاية لما تاخد لون عايزة دخليها تحت الشبكة براحتك آآ تحت الشواية اصفة آآ لكن انا بقى افضل كده شوحها ما بتاخدش وقته خالص وبشوحها قبل الاكل على طول يعني بس سيبها ممكن تتسلق آآ زي ما وردكم وقبل الاكل بفضل كده شوحها وقدمها وهي سخنة من غير الزيت ومن غير اي ضهون وده كان لغدا بتاعي خدت خمس معالق مقارونا بالعدد وسبعين كفتة ما بحبش آآ مع المقارونا اخد صلطة خالص آآ في خد اه اكتفيت بس بالغدا ده شوية مقارونا والكفتة بالليل بقى طلبوا امو علي طبعا هما لما بيبقوا شايفيني عامل الجيم لازم يطلووا طلبات انا بحبها فانا بموت في حاجة اسمها معالي آآ بس الحمد لله يعني كان عند جرادة وما كانتش منها خالص آآ هعملها معاكم كده على السريع آآ خدت هنا كوبايتين حليب او كوبايتين ونص وحطيت سكر حسب الرغبة طبعا امو علي بتحب السكر آآ فضفت سكر كتير وحطت فانيليا وخدت الحليب وسخنته على النار او غليته على النار آآ بعد كده جبت طبق آآ ملفة الطبع ده بيطباع عند المحلات اللي بيبيعوا آآ آآ الجلاش والكوسكوسي والقدوسية الطبع ده بتسعة جنيه خدت آآ خدت كده يعني قطعة ونص من الطبق وفرمتها بالشكل ده بقضية بقطعها كتاعة زغيرة خالص بعد كده جبت برامات زغيرة خالص وحطيت كده في كل برام شوية بعد ما سخنت اللبن حطيت بقى كده في كل آآ برام شوية بالشكل ده طبعا مش بزود علشان هي لسه بتفور في الفرن ويفضل طبعا تحطي تحت البرام يعني تحطي البرامات دي كلها في صاج او في سنية علشان ما تبهدلش الفرن حطيت الحليب وتفضل معي شوية حليب فحطيت يعني خدت برام ما خامس وعملت خمس برامات بدل اربعة حين معي اشطة آآ دي الاشطة اللي بنتطلعها من اللبن البلدي او الحليب البلدي حطيت كده على الوش ممكن طبعا تستخدمي اشطة آآ جهزة او كريمة جهزة وحطيت كمان على الوش شوية آآ سمنة فلاحي ممكن السمنة هتحطها من تحت بقى ممكن تدهني البرام بسمنة هنا حطيت كده يعني حاولي نص معلقة من من السمنة الفلاحي على كل برام ودخلتها بقى الفرن حطيتها كده في صاج ودخلتها الفرن آآ لو غايت لما خدت لون بالشكل ده وممكن طبعا تولع عليها الشواية وده الشكل النهائي للبرامات بجد كانت ريحتها تحفة واكيد طبعا كانت تعمها تحفة هم طبعا شكروا فيها جدا وكلوها كلها لها وشفة يا رب بقى فيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنسوش تقوموني بلايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا ترجمة نانسي قنقر